بدل من أن تكون هناك أبروش أخرى كما يقول كما يقال تناول القضية من جانب آخر وهو أنكم تحرجوا النظام المغربي تحرجوه على الصحة الدولية تحرجوه حتى أمام شعبه بحيث أنكم تقدمون وكان الملك المغرب في الحقيقة قدم أكثر من مرة ويقول بأني يدي ممدودة للسلام تقول له طيب يدك ممدودة للسلام مرحباً هاي يدنا ممدودة للسلام أيضاً نحن شعبين إخوة ونحن جيران ونحن في فترات متعاقبة كان الجزائريين يكونوا داخل المغرب والمغاربة يكونوا داخل الجزائر واليوم حتى اليوم مئات الآلاف من اللي رأم في الجزائر هما أصول مغربية ومئات الآلاف من المغاربة هما أصول جزائرية بل أن هناك من كتب مرة لماروكا كي نغوفيرن على الجزائر وكتب أيضاً على الهزال جيران كي نغوفيرن لماروكا بمعنى أنه كي الناس من أصولهم جزائرية كانوا في القصر معروف شخصيات معروفة يعني أو العكس أو بتفليقة وينزات والقبلية وينزات بمدين وين عاش بوظياف وين عاش على سبيل المثال فقط بنبلة وين زاد وسكون والديه وين عاش على سبيل المثال ومن جهة المغرب أيضاً موجودة بدل من أن يكون الطرح دعونا نحو هذا السبب اللي رأي تسبب به النظام المغربي على أساس أنه يخاف وأنه نحناه وأنه بعض الجنيرالات بما في الشنقري حتهجموا عليهم إلى آخر قالوا الله يا أخي خلنا نشوف وين نفتح الملفات تعلق الخلاف ما هي ملفات الخلاف خلنا نشوف موضوع الصحراء موضوع الإشكالات لبيناتنا موضوع بعض الحقوق تعلق المغرب في الجزائر وبعض الحقوق تعلق الجزائرين في المغرب أي موضوع أي إشكال هل سيكون هذه الإشكالات مع المغرب هل ستكون أكثر من الإشكالات التي كانت بين فرنسا وألمانيا على سبيل المثال؟ هل ستكون أكثر من الإشكالات التي كانت ما بين فرنسا وإيطاليا أيام الحكم نابوليون على سبيل المثال؟ هل ستكون أكثر من الإشكالات التي كانت بين بريطانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على سبيل المثال؟ أبدا ولا واحد في المليون لماذا هؤلاء الأقوام استطاعوا أن ينسوا تاريخ الدموي شديد الدموية شديد الهمجية شديد البربرية وعادوا ليتعاونوا وحتى لما يختلفوا يجدون حلولا ونحن لا نستطيع أن نفعل مع أن ليس بيننا حروب اللهم إلا الشهر سبتمبر 63 وليس بيننا خصومات وخلافات حقيقية جوهرية تتعارض وجوديا مثل مثلا الصين والطايوان أو مثل أوكرانيا وروسيا مثلا بعد ناش لماذا مزيد من التصعيد وأنتم أحوالكم خريبة كارثية يكفي أن الانتخابات كان لها نتيجتين يكفي أن نتوقعنا وهو مواقع وقلنا بأن ناج برمهن سيسقط وآخرين سيسقطون في قادم الأيام يكفي حالة الجوع المنتشرة الأسعار المرتفعة يكفي أنك لا تعرفوش تنظموا حتى مقابلة رياضية اليوم الأحرام تزيوزيو كلموني قالوا للتيكيات اللي كانوا يتباعوا بـ 50 ألف سيطروا عليهم مجموعات معينة أم لا يتباعوا بـ 250 ألف باش يشوفوا الماتش اللي أول ما بين جي أسكاو ونظروا أن أقبوا في الملعب اللي سميتوه على إيتحمد الملعب الجديد مع تنظيم بائس المزيالي مبعثوش الدرك وإلا كانت ربما تصرى أسوأ مما تصرى في ملعب علي أمار مقابلة ما تعرفوش تديروها جادار مية يضربوا بلقي موجين في السطالب ويدروا الشغل مشكلة البطرة محليته هاش مشكلة الدجاج محليته هاش مشكلة المدارس محليته هاش مشكلة شكارة الحليب محليته هاش إلا قليلا وتزيد وتصعدوا هذا كله باش تخلقوا الوطنجية باش تنشروا سموم الوطنجية من جديد لأن بعض البسطاء كانوا يكتبوني قل لي والله إخي إحنا حراكيين سواء كانوا صحيح والله يكتبوا وبصحنا مع هذا القرار وأنا لا أستبعد أن هناك اللي يمشي مع هذا القرار لأننا لعبوها لفهموها أن عدوك هو شقيقك هو عدوك يعني فرنسا لمية وثلاثين سنة وهي تستعبد فينا وما زالت تتدخل في شؤوننا وما زالت تعبث بكم ما عليش ما كاش مشكل علاقات كاينة وديبلوماسية كاينة وحتى كتس حبوس سافيري عاود يرجع كساغيرا كما جرت العادة أما شقانا لأن أنتم تريدون خلق العدو خلينا أعطي لكم شيء ذكر لي قبل فترة واحد كان محبوس وخرج من حبس البليدة قال لي أستاذ هني نعطيك معلومة قلت له تفضل بعث لي رسالة قلت له تفضل قال لي راه فيه عقيد قال لي راه فيه عقيد راه مسجون في البليدة قلت له أنا عارف راه فيه عشرات العقادة مش واحد وفيه جنيرالات قال لي لا لا هذا وضع خاص قلت له كيفاه قال لي هذا العقيد مسكين كان اجتماع شنغريحة دار اجتماع وفيه جنيرالات وفيه عقادة وهذا كان من يعني الصف الثاني وكانوا عشرين أو خمسة وعشرين شخص وقال لهم رانيين حوس على أسباب وجيها يعني يعطوني حواج مفيدة باش نعم نقول خصومة مع المغرب والعاداء مع المغرب العدو المغربي ويبدأي هاجم ويسر تكلموا زوج ثلاثة ربعة خمسة وبعد جاتوا وصلوا هو اللي وصلوا الكلام وطبعا كي يعدوا في هذا الحالة يقولوا كي الأطفال صغار لازم يرفض صبعه وشنغريح يقولوا ايه والله لا لا ويقدر يرفض صبعه الساعة وما يعطوش الكلمة وصلت الكلمة لهذا العقيد قال له سيادة الفريق الأول أنا أرى قالوا لماذا نديروا العداء مع المغرب لازمنا عدو قوي إذا لازم ننشؤ عدو لازمنا عدو قوي قال له احنا قوى من المغرب هو يقدر وش قال قال له احنا قوى من المغرب وما يعني العداء انت حم يجيبش نتيجة كثيرة قال له لا لازمنا نبحث على عدو قال له فرنسا مثلا هو يقول له هذه الكلمة وهو يكفر عليه بالمقلوب بالمقلوب وبكلام بذيء خرجوا من القاعة إلى السجن في اللول حطوه في الليزاري ومن بعد من الليزاري يبعثوه للسجن لما خرج هذا العسكري قال لي ما زال ما تحاكمش قال لي رأى عنده دركة كان داكلو 8 شهر ولا 9 شهر ما زال ما تحاكمش لم يحاكم بعد فقط أدلا برأي بشتوريك الدكتاتورية شنغريحة وجنونه اللي رأى يغرق في البلد هذا القرار الإضافي تأشيرة هم يعرفوا بلي ما عندهاش تأثير ويعرفوا هذه انتع الصهاينة ومن يش عارف الصهاينة ميجوك من كل جهة يجوك وبعدين أنا حبيت نتساءل علش الصهاينة يزعجوكم يلقوا خير منكم في تخريب البلاد يلقوا خير منكم في نهب البلاد يلقوا خير منكم في إضعاف البلاد ما يلقاوش صعينا ما نحن يحكموا البلاد مباشرة لازم لهم واجهة ها كنتم قايمين بالعمل فيه واحد أضعاف البلاد أكثر من نظام العصابات اللي ركننتم فيه عقيد لأنه أبدا رأي يسجن فقط لأنه أبدا رأي يا سيدي والله كون مش عارف مدام جبت وقلت له أعطيني رأيك اسمع منه قال لك خلينا نشوفوا عادوك آه جبت لكم فرنسا لأن فرنسا مصالحكم هناك بناتكم هناك نسائكم هناك أولادكم هناك فرنسا هي بالنسبة إليكم هي البداية وهي نهاية الحضارة هذه مشكلتكم مؤلم مؤلم الطريقة التي تدار بها البلاد موزعش الطريقة التي تدار بها البلاد مؤسف الطريقة التي تدار بها البلاد وقد يكون مدمر هذه الطريقة إذا استمرت الأوضاع كما هي حتى تكون مدمرة بكل مداني الكلمة